بدأت بإعادة تموضع في الحديدة ثم ما لبثت أن تحولت إلى إعادة انتشار في الجغرافية الشرقية من البلاد من شبوة حتى المهرة يسعى الانتقال إلى حصر تحركاته في نطاق مشروع الدولة في الجنوب تابعاً لأهداف وأجندات إقليمية لا مشروع وطني خاص منذ سنوات والانتقال في محاولات مستمرة لاختراق المهرة والتوسع فيها على حساب الشرعية اليمنية إلا أنه موجه برفض مستمر وتماسك جعله يتراجع في الفترات السابقة تبدو الفرصة الآن سانحة أمام الانتقال أكثر من أي وقت مضى اعتماداً على الترتيبات الأخيرة التي طرأت على خارطة التحالفات السياسية والأمنية لكن المهرة لا تزال محتفظة بتماسكها الداخلي وهو ما يجعل الوضع مرشحاً لانفجار كبير قد يصل حد المواجهات المسلحة بدلاً من التسليم حرص أبناء المهرة كثيراً على إبقاء المحافظة بعيداً عن تجاذبات المشاريع السياسية ساعدها في ذلك البعد الجغرافي الذي لم يمكن ميليشيا الحوثين من الوصول إليها وحتى الدولة كذلك لم تصل إليها خلال الفترة السابقة ما وفر لها الاحتفاظ بنوع من الخصوصية التي تكاد أن تتحول في حالات كثيرة إلى هوية خاصة داخل الهوية اليمنية هذا الوضع يجعل مشروع الانتقال معقداً في المهرة خصوصاً وأنه لا يلب طموحات أبناء المحافظة الذين يرون فيه نوعاً من التغيير لخارطة المصالح مع دول الجوار المحاذية لهم ذاك أولاً وثانياً حالة التمنع المجتمعية السائدة في شبوى وحضر موت والمهرة للانتقال القادم من هوية مختلفة بالنسبة لأبناء هذه المحافظات الذين يرون في خصوصية الجغرافية والثروة امتيازاً لا يمكن تسليمه تحت وقع شعارات تفتقد للمشروع والمشروعية